عندنا معلومة تانية انه لا تبكر في تقديم العصير للرضيع وغد يسبب السمنة لهم مع بلوغ الرضيع خمسة اشهر بتبدأ الام في البحث عن الاضعمة والمشروبات اللي يمكن تقديمها للطفل الصغير لكن حليب الثدي او الحليب الاصطناعي بيوفروا تركيبة متوازنة من المغزيات عشان كده التبكير في مل معدة الطفل بالعصائر وفي كل الاحوال يعني يمكن تحت توصية طبية يعني ما يزول يعمل اللي حاجة اللي في راسه على تقديم اي عصير الرضيع قبل ان يتم ستة شهور يعني قبل ستة شهور صعب انك تقدم للطفل وإحنا امهاتنا يعني دايما بيحبوا الطفل يكون صحته كويسة ويكون يعني نتجنب الامراض وكده لكن الاطباء بيقولوا يعني قبل ستة شهور ما بيستحسن وحتى بعد بلغة صغيرة ستة شهور بيقولوا من الافضل تاخير تقديم العصائر والحرص على تقديم اضعمة مهروسة ونحن دي من شاهدة عند الامهات دايما نزا بطاطس ازا بعض الاضعمة بهرسوا للطفل عشان ما تكون سهلة تقليل الامتصاص التحية في هذا الصباح للامهات وللأطفال ونتمنى يعني الصحة لكل الناس كبار وصغار